اهلا 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 بحضراتكم وكل الترحيب بضفنا كاتبنا وناقضنا الكبير وتسترق الشرناوي منورنا اهلا اهلا بك وحمد الله على السلام من فرنسا اخبار كان ايه؟ والله انا رأيه دي من الدورات المهمة جدا على عدة مستويات اولا هي اول دورة واقعية كما ينبغي ان تكون الدورة واقعية زي زمان كان بتاع زمان بقى اه والزحام والتزاحم ووجود نجوم كل ده كنا محرومين منه انك انت وانت في مهرجان كان اخر دورة انا كنت موجود فيها كنا لازم نعمل بي سي ار كل 8 و 40 ساعة دي مش موجود خلاص خلصت ولا حد تقالك على فاكسين ولا اي حاجة ولا وانت في السنة معرفة ولا ماسكات ولا ولا اي شيء ولا في الطيارة ولا في الطيارة هو انا سألت انا في واحد صاحب لما قلت كده قال ازاي انا كنت لسى راجع من فرنسا على اير فرنس والبست المسكة وعند رجع تاني للنت قال لي اه اتلغى يعني هو رجع وبعد خلاص اتلغت ما عادش فيه لماسكات بس طبعا فيه ناس ودول الحقيقة اسكية جدا ولازم نشكرهم بيحرسوا على المسكات لغاية دلوقتي لانه طبعا لسه فيه بقايا خوف لكن احنا او الجزء مننا ما صدق بقا وده غلط انا من هؤلاء اللي هو يعني ايه غلط زهيت انا خاف على اوروبا من جدر الارود دلوقتي ما هيجينا لا ان شاء الله مش هيجينا لا يعني اذا غصل لاوروبا ما انتعارف العالم اصبح قرية صغيرة زي ما زمان قالوها هيوا قرية صغيرة جاء جاء ارود هنا هتلاقي الدنيا ربنا يسطر يا دي العولامة العولامة تعبتنا بصراحة بس المهم انه جنب الحالة دي انه بيرجع واقعيا بجد انه كمان اختيارات عظيمة يعني انا كنت في شهر فبراير الماضي يعني من ثلاث شهور ولا حاجة في برلين وبرلين انتعارف مهرجان موازي طبعا اختيارات برلين ضعيفة جدا المرة دي امام كان ضعيفة جدا يعني تقول طيب لما بيقولوا انه عشان خطر الانتاج تدهور بسبب كورونا طب ما ده ينعكس ايضا على برلين مفروض اه لا يبقى المسألة متعلقة بالمدير الفني ازاي بيختار افلام وبيتعاقد على افلام ففعلا الضربة القوية كانت والافلام الاهم كان واحد وعشرين فيلم جزء كبير منها جيد وده طبعا نسبة كبيرة هو هي كان وجزء منها ما تنسهوش يعني يبتدي تردد جواك مش شرط ياخد هو السعفة هي اهم جيدة لا ممكن فيلم ياخدش سعفة بس فيلم فيلم يدخل عقلك اه طيب تفكر فيه وهو ده انا رأي ان العمل الفني الجيد هو اللي يبتدي تشاهده بعد ما يخلص يعني يبتدي يعرض نفسه عليك بعد ما تلاقي كلمة النهاية تبتدي تتأمله لكن العمل اللي انت حتى وانت قاد تضحك وزقطت في السينما وخلص وروحت علي بعده لا خلاص فيه افلام كده عاشت وبتعيش طب واحنا بيتكلم في التليفون لما حتى تكون تحناك لا فاتنظري جملة لطيفة جدا واكتلي ان نجوم السينما العالمية وصنعها وهم افكان بيبقوا حارسين جدا على حضور الافلام ومتابعتها وانه نجومنا في المنطقة بتاعتنا المنطقة العربية ما عندهمش هذا الحرص عندهم حرص السجادة الحامرة وناخد الصورة ومش مهمة بعد كده اي حاجة ليه؟ ده جزء من التعاقد والاحترافية انت يعني يخبر بيك دي حاجات موجودة في العقود كمان ان انت بتسوق فيلمك يعني انت هتاخد اجر و اجر كبير لكن داخل هذا الاجر يجب ان انت تبقى كمان مع فيلمك في كل التظاهرة في اي مؤتمر صحفي كل ده منصوص عليه لانه جزء من العملية الفنية انت ما تقدرش يقول فيلم كويس طب فيلم كويس فين الدعاية فين النجوم بتوقع لما يقفوا معا فين المخرج لازم فالامور دي ما هياش بالمزاج لا ده قانون احنا مش محترفين قوي في الحتاب دي فتلاقي ممكن الفنان يقولك لا انا ما عجبنيش اسمي على التترات مش رايحة بيحصل كتير مش ه او او فين صورتي على فيش لا ما دانيش حقي وهكذا بس انا برضو بقعد استغرب يعني احنا لحد امتى هنبدأ او هنفضل نفكر بالطريقة دي يعني عندنا عدد قليل جدا من المخرجين او الفنانين اللي بقعدهم هذا الحرص حتى لو ملوش فيلم هناك عاوز يعد ويتفرج على الافلام ويفكر فيها وعدد ضخم مش مشغور غير بانه يتصور يريد نرجع حتى للصورة انا بص انا كان بروح تلاتين تلاتين دورة وراء بعض الحمد لله اه في فترة ما وهي تمانينيات مثلا نهاية لا انا بروح من 92 بس بدأ النجوم من نهاية اتنين من نهاية التمانينيات بقى فيه ايه نعم المباراة بينهم انه يروحوا كنت تلاقي محمود حميدة ويتفرج ومحمود عبدالعزيز وليلة ولبلبة ولبلبة جمان والهام كثير يروح ويتفرج يروح ويتفرجوا فعلا مهتمين فعلا اه لا يروحوا ويسألك عشان ترشح له افلام ويزبط الجدول يعني محمود كان من فعلا من شخصيات حميدة وعبدالعزيز الاتنين كانوا فعلا عندهم هذر حرص لبلبة كانت في نفس الفندق اللي فيه الدكتورة فيه الصبان الله يرحم اه واحمد صالح الله يرحم هم هم الاتنين فكانت يوميا ماشي مع بعض كلها تشوف خمس افلام منهم فعرف ليلة ساخنة ولد من كان فعلا اه وتعاقدت مع الدكتور رفيق على القصة السينمائية من كان واضح ان هو مثلا شاف ما بقولش ان هو اقتبس شاف حاجة فجرت جواه لقطة ما فجرت جواه فكتبت ليلة ساخنة ومنفرت حرس البلبة قالتنه طيب خلاص نتعاقد وتعاقد معاهف كان وطبعا عطف الطيب عمل دور مبدع بس كان فيه بزرة انا مش يعني مش فاكر بالزبط ايه اسم الفيلم الاستمح منه بس دكتور رفيق قال لي ان هو عنده ابن هو الفيلم فيه ابن معاق طفل ده كان دكتور رفيق نفس القصة اه فقال لي انا كتبت حياتي يعني قال الطفل ده انا طفلي ابني فانا كتبت عن نفسي فعندك مثلا وحيد حامد ايه اللي مدي تميز لوحيد حامد وحيد حامد كان اكتر واحد يعني شوف انا كلمت على النجوم الحقيقة عشان كلمة اكتر انسان ممكن تلاقيه عنده شغف بالسينما هو وحيد اه وكان ليه بيحدث اللغة ما عندنا عندنا مشكلة اللغة السينماية صح الناس بتقدم الفيلم بلغة قديمة وحيد كان مدرك شوف هو شوف وحيد رجل ريفي وبتاع لكن كان عنده تطلع عظيم مدرك ان اللغة بتتغير اللغة السينماية زي اي لغة فيها مفردات جديدة يعني الحوار بتاعنا هتلاقي فيه كلام جديد دخل كل شوية اللغة السينماية كده اللغة السينماية ليس لها ثبات واللي كان بيتعمل من عشر سنين او من خمس سنين لو عملته اخراجيا ممكن انت تقول ايه ده ما تخدموش لان او تحس ان هو بليد او قديم لا وحيد كان على طول بيحدث ادواته السينما كلغة دلوقتي بتدي مساحات مشتركة اغلب الافلام اللي انا شفتها وكانت مهمة بتدي مساحة مشتركة للمطلقي ان هو يملأ الفراغ احنا تعودنا على بلاطة يعني انت عايز المخرج يحكي لك على بلاطة كل التفاصيل وانت قاعد حط رجل على رجل او نايم ومبسوط لا داعي للتفكير اه ما هو بيقول لي ما هو بيقول لي لا اللغة دلوقتي انك انت تقول حاجة وتخلي المطلقي يكمل بقية الحاجة يعني تقول مشهد وبعد دي شوية تقول حاجة فانت تربط بينهم فتفهم ايه اللي حصل او ايه اللي ممكن يحصل فاللغة اللغة السينماية بتطور احنا عدد اللي كانوا بيروحوا زمان قل جدا بس انا مدرك قل لي في فترة ما كنا اقتربنا من رمضان تعرف رمضان كان كده بيروح ناحية شهر مايو ومايو هو شهر كان فكان كل الناس قبل ما يبتدي تعانق رمضان معا كان يروحوا اه لما بيقرب اول ما قرب كلهم بعدهم برامج كان ايه مش بس النجوم كان الفضائيات بتروح تسجل برامج هناك اه وممكن نجمة بدون ذكر اسماء يعني عايزة تتصور فتجيب معاها فريق تصوير فيديو اه وفتوغرافيا يا حليو وتعمل كده يعني انت ايه انا اتلاهت عالسلم اه واللقطة جابتني كده فانت تفتكر ان في ملايين بيرد ولا حد كان بيعبرها انا كنت بص دايما على اللي بتعملوهم كده ملاقيش زينا وانا مش هسلم يعني مش هسقف كل شي هتعمل كده تعمل كده مفيش حد مفيش كده مفيش نجوم مفيش حد يعني عايز اقول بيتلقوا على بيتأجروا السلم انت لتسلم ممكن تحصل على دعوة ممكن تأجروا اجروا اجروا اه يعني روح اتفع فلوس والصور على السلم اه كان فيه افلام احيانا مش موجودة في المسابقة اه المهرجان مرن اه وحيكسب طب مع مشروع اقتصادي اه فكان ممكن بعض افلام اه مش موجودة في التسابق لكن عايزة تعمل دعاية فبيوافقه ان تطلع على السلم بس اول ما بتخلص العشر دقايق بتوعك بتجري عنها التانية خلص كنت بقارك خلص كده اه خلصت بفلوسك تالت ومتالت كلت بفلوسك روح بقى طيب يمكن برضو كان لفت للنظر جدا احتفاء واحتفال المهرجان بتوم كروز وعرض طيارات ودخان ملون وحاجات زي كده انا اللي جيه في بالي انا بالنسبة لنا في ذائقتي الفنية توم كروز ما هواش ممثل مهم لكن ممثل بيجيب بإرادة ضخمة قدك قلت نجم طيب واه النجمية دي بس مش كان يعني العارف اللي هو ايه مش مش افلام توم كروز يعني اللي كان يلتفق لا لا مهم تتعرض غالبا كان الافلام دي بتعرض وده فعلا كان معروض خارج التسابق كويس يعني الفيلم بيتعرض خارج التسابق بس بعرض رسمي عشان تحتفي بتوم كروز وده كان المهرجانك العايز يعمل دربات انت بتقول معايا توم كروز خلاص معاك النجم الشعبي النجم الشعبي بتكسب فيا الحكاية كده انك انت والنوع ده من السينما احنا ساعات بنعتقد ان السينما نوع واحد لا السينما متعددة ايه طبعا فيه سينما فنية كانت وستظل وفيه سينما تجارية كانت وستظل وفيه نجوم اه او ارادات ضخمة جدا في تاريخ السينما على كل المستويات ولا ارادات غير مسبوقة ولا يمكن حد يتجاوزها كويس وافلاموا افلامهم تجارية بس ايه المشكلة ما ده نوع نوعه موجوده في النهاية خاصة وانعشل الصناعة لانه شغل نسبة اشتغل ما هواش هزار يعني عشان كده الشركات الكبرى ممكن ينتج فيلم فني وجنبه فيلم تجاري والشركة بتستمر ليه لان انت عندك مشروع هو استمرار الشركة تدفق الاموال فالامور ماشية والمهرجان فيه المعنى ده يعني ما هو الفيلم اللي افتتاح كان عن الزومبي كويس انا رأي انه فيلم تجاري بحت ومقزز الغريبة الناس كانت بتضحك يعني انا مش عارف هل ممكن العفية يعني انا لما لقي فيه دماء وفيه تقيق وفيه بتاع ده يصدني بغسيان فانا وكنت لسه بس افلام الزومبي دي بدحك من تفاهيتها بصراح لا كانوا بتحكوا لا كانوا بتحكوا عن موقف الكوميديا فعلا اه وده حصل يعني حتى في مصر كان فيه فيلم برضه عن الزومبي اه وانا دخلت السينما مع الناس كان في العيد فلقيت برضه فيه اطفال بتاتحك بس ايه قلت دول اطفال بس الفيلم المصري معمول بغرد كوميدي محض يعني اه التاني فيه طبعا نروح للكوميديا وما بيخلكش تستغرق قوي في الدماء لان انت وانس حصل استغرقك في الدماء حصل نفور مع الشاشة خلاص مش هتكمل فمن ضمن يعني الاسلحة المخرج لما بيعمل فيلم الكوميدي اه ويكون فيه خط عنيف انه ما يوسلكش لمرحلة الاندماغ الكامل وإلا هيبقى فيه نفور بيصحيك كل شوي يعني بلوكتة بقفشة بترفق فتبقى انت متجود بس فعلا انا فجئت انه الضحك كان كتير قوي بالنسبة لي ما كنتش قادر اه وغالبا لما تلاقي الناس بتتحك حواليك فبتتهم نفسك بانك انت اكيد عندك خلق غلط مش هم على خلفية النجوم المهمين انا كنت بقول لانه كان النهاردة لقيت انه فيه محكمة امريكية حكمت لجوني داب بخمستاشر مليون دولار خمستاشر ولا خمسين خمستاشر خمستاشر مع انه يستحقق خمسين بس انا قلته برضو كده اه والله سنة من انصار جوني داب بس انا طول عمري بحبه يعني حبه جدا ده انا كنت بهزر طولهم ده صديقي الانتين من غير ما شوف بحبه فنه ده هو ممثل رائع ممثل مهم اه ممثل رائع حتى انا قلت انا هسأل ستاة طريق الشناع على رأيه وهيمكن انا قول السؤال وهستنى الاجابة بعد شوي انا في رأي جوني داب ده اهم ممثل موجود بعد انتوني هوبكنز مباشرة رأيه مبني على تنوعه جاك نيكلسون فيه اسماء كتيرة هو جيل اكبر جاك نيكلسون جيل اكبر طبعا اه طبعا يعني جوني داب نفس الجيل بتاع بتاع توم كروز اللي هم نهايات الخمسينات مطلع الستينيات وهبكنز اكبر طبعا اكبر من جاك نيكلسون كمان اه انما فعلا جوني داب من المسه الرائع وحضور كبير وهو اغلى كان في فترات هو الاغلى طبعا اكتر واحد كان بيجيله ارادات بلك احنا مش يعني زيما نميسل حاجة في مصر شبيهة يقولك الله ساب كل حاجة وبيتكلم على الجزء الشخصي في الصحافة وفي الاعلام توارسنا ده لانه فيه نهم عند الجمهور يعرف الله طبعا عمل ايه مع مراته مراته تتهموا انه كان عدواني وكان بيدربها اتدعى هي هو اللي كان بيدرب تخيل تخيل طب انا هسأذن هروح للفاصل ونرجع بعض الفاصل والله ممكن نطرح فكرة انه ايه شو هي مسألة هل من الوارد انه كان السنة الجاية اذا كان لنا عمر من الممكن ان يكرم جوني داب مش بس على فنه واعماله ولكن الى البراءة وكأنها رد اتبار لي بعد كم الابتهمات اللي كانت تلاحقه فطلع ان الراجل هو اللي كان بيتعذب هستأذن نروح لفاصل ونرجع لكمل الكلام كنا عمالين بنناقش المنطلقات بتاعة امبر هيرد واحتمالات البراءة المطلقة لتركيبة جوني داب كنت لسه بقول له سستر انا قريت عنه سيبك من اداءه بقى هو تركيبة لا يمكن يكون شخص موزي هو قرصان على الشاشة لكن طيب وبنحلال طيب وبنحلال وحنين في الواقع ممكن بس النفس البشرية ممكن تبقى فيها تنقودات كتيرة يمكن فرحوظات تلقيه بقى عنيفة يعني يعني عايزة اقول بتحصل بتحصل بس اشوف تسبب يا وضيش نبرئ ساحاته 100% كده وإلى انه اتهم بالتحيز والتنمر على المرأة ما ايك برضو هي مظلومة بس هي كان عندها يعني اصلي فيها حاجات تتيركي عندها فيها سبات مزهل جدا سبات فعالي اهو مزهلة ودموع غريبة جدا وبعدين وهي بتدلي بشهادتها والمحامية بتاعت جوني داب تسأل والقاضي علق والقاضي هي تعال نكتشف انه دي بتجذب انت ايه السبات ده ايه الافترق ده ودي حاجة هنا بقى كان يجي سؤالي اللي كنت عاوزة اطرحه وحتى قلته برضو على قبل بحاجة تدخل لنا هو احنا امتا يبقى فيه عندنا زي جوني داب ويبقى عندنا زي انتوني هوبكنز ويبقى فيه عندنا زي جاك نيكلسون ايه الاخ ايه الاخ ايه الاخ امتا يبقى عندي هذا العدد لا ام مصر طبعا عندها بتقدم اسماء كتيرة العالمية الموضوع تاني فاكر انت عمر الشريف كان ده ما نقول ايه لو احمد زاكي يجيد الانجليزية كان بقى نجمع عالمي ماشي اه ده ده مقولة مشهورة لعمر الشريف فانتا لا مصر بتقدم احنا ممكن نعد ميت مش فارق مع العالمية الاداء ممكن نعد دلوقتي يجي ميت اسم مذهلين في تاريخ السينما العالمية وحتلاقي بس انا عايز اعد اعد ميت اسم مذهلين في السينما لما تقول بمحمود مرسي محمود المليجي احمد محمود عبدالعزيز لا عادل امام لا هتلاقي عندك عدد ضخم عشرين سعاد حسني لا 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 هتلاقي مصر عندها زخيرة قوية جدا بس العالمية موضوع تاني يعني ايه عالمية ان انا امثل مع شركات عالمية كبيرة ولا ان انا اضع بصمة في السينما بشكل عام مش بس السينما المحلي بس سعاد تلاقي حد يقولك ايه انا نجمة عالمية طب فين عالميتك بأمرت ايه يعني ايه نجمة عالمية يعني اسمك في الصين لما فيلمك بيروح الصين الصينين يشتروا الفيلم عشان اسمك عشان اسمك في اليابان في فرنسا مفيش بعد عمر الشريف يعني اسم نقدر نقول عليه اه عالمية فيه رمي يوسف فيه رمي مالك وكي وعملين حاجات ظريفة بس العالمية بقى اللي هي طاغية دي اللجم الوحيد العربي هو عمر الشريف يعني لسه مفيش طغيان كده بس طبعا ممكن الزمن يعني يخلي مالك او يخلي رمي يوسف يعني يخليهم آم قادرين يعملوا الحال لكن لا يوجد لا توجد يعني حتى الآن بس فيه امل طبعا بالنسبة لمصر مكومات العالمية عندنا فيه احد اللجوم الشباب هو دقوب جدا دايما بتلاقيه مسافر ومصور صورة مع نجم عالمي وبتاع وين يدعبوه وانت نجم عالمي هو مش عالمي يعني مش عالمي من ناحية العلمية جميل وانا مبسوط بقى مبسوط منه انه هو بيخرج ويروح هوليود وبيقدر يتواصل وبياخد مساعات لكن لكن هل هو بقى اسم لا اسم تسويق يعني يصوق به لا هل هو في بلده لما بيشارك في فيلم الناس بتقطع تذكرة علشان خطره اه لأ برضو فاذا كانت تب بلدك اسم ما انتش جاذب للجمهور طب بره وطنك يعني فيه حاجات بنتبسط يعني انا عايز يقولك انا مبسوط من الاسم ده مش عايز يحرجه طبعا انا بقول اسمه مبسوط منه يعني اداءه يعجبك لا اه دا ابو انا عجبني اداء ابو اه مش الاداء لكن اداءه ما يعجبك عمري ما اقتنعت به كممثل بس بس هو دقوب وبيقدر يعمل معادلات تخليه موجود برا باستمرار يعني بيعمل كتير بتلاقي يخرج من فيلم يصمت قليلا ويعمل اللي بعده وبتعرض افلامه بس بس مش دي العالمية انما يحيا يعني يعني نتبسط نتبسط يحيا على النشاط اه على الدقب وبالذات لما بيكون انطباعك عنه او تحليلك لفن اداءه انه هو مش موهوب ما هوش الحالة الابدعية اللي هي بتشوفها مع احمد زاكي مثلا مع عمر الشريف لا لكن اهو دقب الدقب مطلوب برجو يعني ان مثلا ييجي على بالي انه سيد جميل راتب بالله يرحمه ده راجل مسل على مسارح فرنسا وشارك في افلام سليمائية ما بين الفرنسية والايطالية لو انا متذكر مزبوط وكانت افلام مهمة اذا جميل راتب عالمي لا هو طبعا الاعلامية مش بس يعني جميل راتب في حدود فرنسا اوكي لكن العالمية مفروض ابعد كويس يبقى هوليوود وهو لا جميل ما عندوش لازم هوليوود طبعا انت كنت هي ام الصناعة هي اللغة هي السينما اه هي السينما فانت تم عندك اه بوليوود اللي هو الهند يعني ما بتعمل افلام عظيمة وتكسر الدنيا وميتابة شانو اسماع كتيرة جدا مم كويس وكلهم وخان ومش عارف ايه كل دولات بيجيبوا ارادات ولهم جمهور ايضا في العالم لكن انت يظل النجومية هي جاية من هوليوود النجومية الطاغية هي هوليوود فيه فيه حاجات نجومية اقل بس الطغيان هو هوليوود من باب الانتشار ولا من باب اهمية المنتج السينمائي هم فرضوا يعني انا بشوف السينما الاوروبية احلى واهم واقوى هم فرضوا اللغة بتاعتهم مش اللغة كلغة انجليزية لا اللغة السينماية اللغة السينماية اه فاصبح المعيار عندك كمتلقي في العالم كله هو الطريقة والتركيبة الامريكية حتى في افلام كتيرة في العالم كله بتحس انها بتعيد شئ امريكي اه يعني بطرون امريكي حالة امريكية هم قدروا ينجحوا جدا في فرض النوع وانه ما يبقى هم اللغة وهما السينما يعني يعني مش مش مفيش سينمات لا انا السينما طيب ليه النجوم بتوعنا يمكن هقول مثلا مش عاد بقى نسميهم اجيال الشباب ولا هم تخطوا مرحلة اجيال الشباب بس بصرف النظر ليه ما وصلوش لحد هوليوود وفي منهم كتير يتقن الانجليزية على سبيل المثال اصلا مسألها مش انجليزية بس بالضبط انا متفق على كده المسألة مش في اللغة على الاطلاق لا اللغة جزء مقدش نلغي اللغة يعني طبعا طبعا لو انت مثلا هندي ومش قادر تنطق كويس او باكستاني مش قادر تنطق كويس اللغة ممكن تتوظف الدور يعني يتوظف او مصري او عربي شاروخان عنده لكنة واضحة جدا لكنه في النهاية بيتعامل بها ويتعامل بها انما هي المسألة مش لغة هي مواصفات نجومية مطلقة فمش شرط اوي او محيالات توقف على اللغة توقف على مواصفات اخرى زي توم كروز اللي كنا بدأنا بالحوار ربنا اداله فيض فيض من الجاذبية من عنده يعني ممكن مبقاش هو الممثل العظيم بس طلته على الشاشة بتجيب مليار من الجماهير بتجيب ارادات بتخلي السفقة اللي انت عاملها مضمونة الربحة الصنعة دي تجيب فلوس اه وبتبقى على التربيزة كده خلاص عندنا احنا يعني كمصريين في سلمة المصرية ايضا عندك نجوم مجرد انت تعاقدت معاهم او نزلت لهم سورة لفيلم قادم هتلاقي الناس كلها بدأت تتعاقد معك طيب مين من نجومنا في وجهة نظر استاذ طارق يصلح ان يكون نجما عالميا ولو قلت طب وليه ما وصلش هتقولي لانه نقص واحد من ثلاثة او يجب انه يشتغل على واحد من ثلاثة ممكن احمد مالك وانا شفته ببعض افلام ها احمد مالك ممكن ماشي اه ده جيل الجديد خالص اه ده الجديد ده انت تكلم على 20 سنة تقريبا مش كده احمد عنده دلوقتي 25-26 سنة اه اه اسر ياسين اه اكبر شوية ممكن اسر اسر ممكن عنده لو الظروف كلها مهيئة زي ايه بقى الظروف ما هو الظروف يبقى فيه زي عمر الشريف هو عمر الشريف ما هو بقى عمر الشريف ازاي الظرف الظرف اه صدفة ام اترشح مش كده ام بتيجى احنا فرصة بس اقولك ايه الفرصة لا تأتي الا لمن يستحقها يستحقها فانت لازم كمان تبقى دقوب ما و احمد رمزي و رجدي ابوازة كان عندهم فرص ام بس ام وتقريبا هما نفس الجيل نفس العمر حتى وكانوا اصدقاء اه جدا لكن مين بقى مين اللي بقى عالمي عمر عمر فمعناها ايه لا المواهبة والنجومية لوحدها واللغة لان الاسنين بيعرفوا اللغة كويس ما ما تكفيش مين غير احمد مالك و اثر ياسين ان لم يكن من النجوم الرجال فليكن من الفتيات والنساء ما عنديش حياة في زهنة دلوقتي حد من النجمات. ده اللي كنت بقوله. احنا في عندنا في عندنا شيء ما. لا هي ممكن مسلا نجمة زي مونة زكي. مونة ممكن. مونة كون مبتاخد خطوة لقدام يهجموا عليها. مع الاسف مع الاسف. شيء مؤلم يعني. ممثلة موهوبة. وممكن لما بتاخد فرص وعندها. وكانت موجودة في كان بالمناسبة. اه. اه. اوكي. وكذا منثلة اخرى. كان في ياسمين صابري كمان. كان في كذا كذا اسف. مش عشان الافلام. لأ انت عارف بيوت الموضة والازياء. بتقولك مثلا المونة زكي مؤثرة في العالم العربي. فممكن تبقى هي تعرض الازياء بتاعتنا او المجوهرات بتاعتنا. انا مش عارف هل تعرض الازياء ولا مجوهرات. مركزتش قوي. بس يعني. بس امتى بيع بيتعمل بسبب ان النجم ده عنده تأثير. لانها نجمة لها حضور. وتأثير في عالمها العربي. فاستعانوا بيها. وده كان يعني الحقيقة شيء ممتع. برضو وهو جمت بالمناسبة. المناسبة الهجوم. هو جمت برضو على ده. فكان برضو. اه. او على وجودها فكان. لا عشان الفستان تعرف النظام بتاعنا. اكيد. يعني. قالك الاول الفستان عادي يعني. الفستان فستان صحرة. اعتبتها لبس ايه. هو. احنا عندما يتعلق الامر بالسينما. المناقشة الجماهيرية. ما عندهاش حاجات اهم من كده. لا. هم بيستوقفهم الفستان. فيه. و بيحصل دايما في المهرجانات. انه يعني مثلا فيه واحدة عشان الموضوع بتاع اوكرانيا وروسيا. فدخلت شبهة عارية. عشان تسرق الاضواق. وتوسل الرسالة. انها ضد. وانه الروس بيغتر تصبه بتاع الفتيات. و بتاع بيقال لها اوكرانيا او ممكن بتقوش اوكرانيا يعني. بالمعنى ده. فبيحصل كمان اقتحام للحالة السياسية. للمهرجان ولفة الانظار. وده كان فعلا مشهد مسير جدا. كله كان مترقبه. بس السؤال هو. وانا عادت افكر فيها. انت عشان تخش عالسجادة الحامرة. في مليون حاجة. انا كل حفلة لما اروح. يبصوا على الكرنية وعد دعوة. و بعد شوية لها حد يبصوا على الكرنية. و الدعوة. و يتأكد ان انت الاسمت. اه ماتش حدي تاني. وبسط انت. يعني طيب اكيد يعني مفيش حاجة اسمها غري. ده مش قائم يعني. فانا تفسيري انها لما كانت لبسة معقول. يعني او نصف معقول. يعني كده كده. بس نصف معقول. واول ما ما فلتت. وانت عالسجادة مفيش امن. فقلعت بقى. يعني. ده ده اكيد. اكيد ده هو التفسير الوحيد. لأن شو كده الامن. حيسيبها. ولا حيبقى بيلعب دور في الحتة دي. لا مستحيل. لما هي قدت بذكاء. لها بتاع الامن. بس السياسة القت بزلال. افقل مما كنا نتصور على. بكتير بالافتتاح. من الاول يعني خطبة لاريس كمهورية اوكرانيا. زرنسكي. زي يعني. زي. ده ده. في الاوسكار حاولوا. وكان فيه. الاوسكار كان في شهر فبراير الماضي. او مارس الماضي. كويس؟ مارس. حاولوا. وكان فيه اخبار انه حيقول كلمة. لا الامريكان ما سامحهوش. يعني واضح ان فيه جهة قالت لا. ما ينفعش. لكن لكن بالنسبة لكان سمح بالكلمة وكانت كلمة طويلة. والاول مرة يبقى السياسة بكل هذا الجموح والجنوح بشكل قوي. اصلا مهرجان ممكن يبقى فيه سياسة بس جوه السينما. صح. لكن مش ان انا اقول خطبة او كلمة سياسية جوه مهرجان على لسان رئيس دولة الى اخره. ممتصرا كان او مهلوما له حق او ظالم. يعني. ده مش مقره السياسة. ايو ايو. كان فيه فعلا حالة كده من جرعة سياسية متعددة الاوجه والابعاد. جرعة ضخمة جدا. عشان ام. لان شكر فعلا رئيس الجمهورية هيقول كلمة. وبالطول ده انا اعتقدت انه ممكن يتعمل حاجة سريعة. ام ممكن اوافق على انه فيلم تسجيلي قصير جدا في الافتتاح. كده يبين ان فيه ام يعني ايه انتهاك للاراضي دولة من دولة اكبر. يعني اكبر في القوة. او انه يطالب صناع السينما بتوثيق ما يحدث سينمائيا. مثلا. انما تيجي كلمة رئيس في افتتاح مهرجان كبير زي كان. ده 180 درجة ليه بقى. لان انت مع الزمن. الاخرين هيطالبوا بالمثل. طبعا. وبعدين المهرجانات دي ما هياش مطلقة في قراراتها. فيه اتحاد المنتجين. بيرائب المهرجان. بصبع مش هادر يتكلم اتحاد المنتجين العالمي اللي هو يقول. انما. اذا انت اخترقت مرة بالسياسة. وجمع رجان اخر. في العالم الثالث. وموجود ايضا تحت يعني ايه مزلط. لتحت الدولة المنتجين. وعمل حاجة سياسية. مش هطالب تقول له. ما تخلطش الامور. لان انت خلطتها خلص. هي الخطورة في القادم. مش في اللي حصل. لان انت بتشرع قاعدة. ويجاب نقولك ايه لا سياسة في الفن ولا فن. بس لا وهو. او انك تفكر في الماضي. يعني هل كان من الوارد انه من 30 سنة ياسر عرفاط يطلع يقول كلمة في كان. مسلا بس طبعا بالنسبة للقادية الفلسطينية. هما ما عندهمش الحماس ده. عشان مش عاوزين. اه ما فيش الحماس ده. انه هما يعني. مش عاوزين. اه. بس بس ومن نسبة فلسطين فيلم رائع. عملاها مها الحاج. مخرجة اه فلسطينية. فيلم فلسطيني. يعني هنشوفه في مصر هنشوفه في كل الدول العربية في كارتاج. لانه ما فيوش فيه انتاج اسرائيلي على الاطلاق. حرسي تعالى. ده واخد الجايزة السيناريو في قسم النظرة ما. ودي الجايزة العربية الاهم اللي خدناها. اه. والفيلم قوي جدا. و اجمل ما فيه. ان انت اه رعيت. انه ما فيش شركة انتاج اسرائيلية. فيش المركز السينما الاسرائيلي. هو متصور في اسرائيل. بس ده مش مشكلة خالد. انت مشكلتك الفيلم بياخد جنسيته من الانتاج. اه. حرسة الستي دي برغم الاغراءات. انها لا يمكن ان يدخل في الانتاج فلوس اسرائيلية. حلو. اه. وده رفع الحرج عن كل المارجنات العربية. انها هتعرضه. هتعرضه. هم. لانه فيلم عربي. فلسطيني عربي. عربي الدماء والانتماء. و قوي. كلغة. ف ف ست كانت حريصة جدا. و قالت انه كان فيه اغراءات. بس هي رفضت. يعني لانه انه يعني بيجي لها شركات انتاج داخل اسرائيل. هم. طب ما تاخدي كذا اه. رفضت. حرست انها فقط اه رأس مال عربي. و قالت انه كان تبقى بعض من هذه الشركات متفقة معها في نفس وجهة النظر. بس اسرائيل. بس. لأ بس مادام اه بس مادين مادين معدلة. هم. اذا الانتاج في اسرائيل حتى لو كانت العمل الفني. هيطلع الفيلم بيدافع على موقفك كعربي. اه. برضو ده ما تقدرش تعرضه وده ممنوع. ما تقدرش تعرضه في اي مهرجان عربي. كويس. اه. يعني لازم يكون الانتاج مهما كانت القضية مهما كانت اللغة. او اللهجة يعني بتكلم يعني بتكلمه بالعربي. كويس لان هي علاقات عربية عربية داخل الفيلم. لا ممنوع. عشان كده المخرجة اظن كانت حريصة. على انها بتفكر المهرجات العربية لما تحتافي بيها تحتافي بيها وهي مبسوطة. وما فيش ولا غبار. طب. يمكن اخيرك. على حد علم حضرتك. هل كان فيه افلام. قدمت انها تشارك في المهرجان وما. من عندنا يعني من مصر. مؤكد بس ما بيعلنش. وانا مقدرش اعلن. يعني المهرجان نفسه ودي من ضمن البروتوكولات. ها. ان انت لا تعلن. عن اسماء الافلام اللي انت رفضتها. لكن المهرجان زي كان ممكن يتعرض عليه الفين فيلم. اه. كويس. ومنهم افلام مصرية وعربية. وبينطقي. طب طبعا كل سنة. كل سنة لينا محاولات. لعرض افلامنا في مهرجان كان. من قبل يوسف شهين بالمناسبة. احنا بنعرض. لان احنا من سنة ستة واربعين. كان في اول دورة كان عندنا فيلم دنيا. طب محمد كريم المخرج الكبير. طب. بطولة فاتن. ومدام مضيحة يسري. كويس. فاحنا من اولها موجودين. كويس. بس. بتقدمه. وممكن يترفض. يعني. فانا بتصور انه في افلام كتيرة. اترفضت. وكل سنة. ولا يعلن. بتقدم. لان انت في اقسام كتيرة. مش بس المسابقة. في نظرة ما. في اسبوع المخرجين. في اسبوع النقاد. يعني. دايما هناك. فرص. متعددة. واعتقد الجيل ده. كمان. جيل قادر على التواصل. يعني. اه. حيقش على الموقع. ويقدم فيلمه. وعرف حيقدمه ازاي. فاعتقد ان الجيل ده. بما انه. فاهم. تفاصيل. وشفرة التواصل. فاكيد. اغلب. المخرجين اللي هم. مقدمين افلام. حاسين. انها ممكن. حاولوا. ده. ده مؤكد. ولم يحالفهم الحال. ما. خد بالك. من سنتين. كان عندنا فيلم اسم سعاد. فالدورة اللي تلغت. كان موجود في كان. فدي معناها انها. انها. كان قايت. امين. المخرجة. الشابة. معناها انها حاولت. والجهة اللي تلتاج حاولت. ووصلت. على كل. لنا حديث. ان شاء الله. على الاسبوع الجاي. احاول اوفي بوعدي. لح. نتكلم في الحديد دلوقت. احاول اوفي بوعدي. اتفقت معه سوص طارق كده ايه. انه هيفكرني هيذكرني. سوص طارق نورتنا. شكرا جزيلا. في اي مهرجانات الاسبوع جاي او حاجة? في والله مهرجان فيلم السعودي. هتسافر يعني. بدأ. لا بدأ. هروح احضر في الاواخر. ماشي. هوا هبدأ بكرة. ارفتح بكرة. ايه؟. الاربع الجاي معنا او لا لا. هنزبطها. طيب ماشي ماشي ماشي. اشكرك جدا. شكرا. كل الشكر اللي كاتبنا واناقبنا الكبير. وسترق الشرناوي. شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعة. سوان يكون موجود معاكم كريم رمزي ورقم عشرة. اما العبد لله. فانتظرونا. يوم السبت الجاي. وبرنامجيكم التاسعة. سلامات.